قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدم الدكتورة باسم السمعان حلقة جديدة ومميزة بعنوان الجزء الثاني من فضائل العذراء مريم حذو صداف البرنامج الأستاذ حنى ميخايل سلامة الذي تحدث عن فضائل العذراء العديدة مشيرا إلى أن أمنا العذراء كانت ممتلئة من الروح القدس الذي أعطاها الثقة بالله خلال مراحل الحياة والصعوبات التي مرت بها فإلى هناك أستاذ حنى أنت كاتب ومعروف وباحث وبحتحلل كمان أمور يعني منشوف من خلال كتاباتك ومنشي خلال تعليقاتك اللي بتكون موجودة وهالعمق اللي دائما تكتب فيه كيف ترى الإيمان المسيحي كيف ترى إيماننا بالرموز أيضا المسيحية والدينية كيف تراها وكيف تحللها وكيف تمارسها وكيف تلتزم ببعض هذه الممارسات الكنسية جزيل الشكر لهذا التقديم أنا الصحيح نحن كعائلة ابتدأ يعني الوازع الديني عندنا والالتزام منذ نعومة أطفالها يعني أنا أذكر من لمكان عمقي سبع سنوات وأنا المسبحة الوردية لا تفارق جيبي حيثما ذهبت وأيضا مش فقط أضع في جيبي أصلي وأدعو للدورة الذي يعني أعرف عن العذراء القديسة المبشر بها من قبل أن يبشر الملاك في العهد القديم هائل الأذراء تحبل وتلدي أبنا ويسمونه عمان عيل دور الأذراء في مسيغتنا المسيحية يجب أن يكون له الاعتبار المنطقاء اللي حل عليها روح القدس اللي ظللها اللي حملت يعني الأم البتول يعني كيف نحن أم وبتول ودائمة البتولية إذا ماشينا بالقراءاتنا للإنجيل المقدس والكتابة أيضا عن هذه الموضوعات نجد عندما بشغ الملاك هذه الفتاة ابنة حنية وابنة يوكيم الناس ربما الناس يتناسون من اسم أم المغرب العضاء أنا أسأل أحيانا يعني وشيء مؤسف هذا فهذه اللي كانت متضعة متواضعة كرس حياتها وهي صبية لخدمة رب في بيت رب عندما يأتيها للملاك ليبشرها وكانت في نجوة مع الله ما كانت في نجوة في استرغاق مع الله بالصلاة عندما جاء لها وقال لا تخافي وابشرك والمولود منك وهي خافت طبعا من هذا المشهد وذكرت أيضا أنه كيف يكون لهذا ولا أعرف رجلا فقدت عليها قوة روح القدس وروح العلي تظل لك لذلك المولود منك يدعى ابن الله هذه الأساس يدعى ابن الله بدنا نبني احنا على هذه المداخل بقية سيرة بغيب العضراء إذن هي من البداية هي ابن الله المولود منها إشي اللي بخليني أتمسك ببغيب العضراء أم يسوع هذا إشي يخلي الوعد أم الفادي شريكة الخلاص عندما انتقلت في تلك الأيام نتخيل الآن احنا في هذا العاصر قبل ألفين وشوي سنة عندما انتقلت من الناصرة إلى بيت لحم امتثانا لأمر أغسطس غيصة بالتسجيل في السجلة هذه المسافة الطويلة جدا لم يجدوا هناك موقع وعاشت في هذا الفقر في هذه المغارة البسيطة وهي ستلد يعني في ضمنها عارفة أنه هذا الذي سيلد منها هو ابن العلي يضع وبقيت على هذا التواضع لم تتكبر عندما أتى رعاها بعد محل مجد الرب حولهم وأضاءت لنتخيل أجمل منظر لو يصحلنا إحنا هذا مجرد تخيل عندما أضاء مجد الرب حول منطقة بيت لحم والمنطقة كلها وهدول هرعوا بالليل ترقوا مشيتهم يشوفوا الوليد أيضا المجوس الذين أتوا أتوا يركعوا لم تتكبر لم تتباهى وأيضا عندما هتفت الملائكة المجد لله في العلا وعلى الأغض السلام بالناس المساواة بقيت على هذا الاتضاع وهذا التواضع يعني المسيرة الخلاصية اللي عاشها السيد المسيح مع مريم العضرة ويوسف عم بتشبه حياتنا كمان في الوقت الحاضر لكل التحديات اللي عم منواجهك أسر وعائلات يعني جميل ما تفضلت فيه لما أنت قلت أنه العائلة كانت في البدايات عائلتك وأنت طفل صغير مع إخوتك وخواتك أنه عم بتعيشوا هذه العائلة مثل على مثال العائلة المقدسة يعني كم جميل أنه الإنسان اللي بيكبر وبيضلوا ملتزم دينيا بيكون فيه أساس كم هي أهمية العائلة ومشوار العائلة مثل مشوار ستنا مريم مع ابنها يسوع لكل أولادها أو أطفالها أنه تتحمل مثلا تربايتهم تتحمل كبرهم تتحمل مثلا خدمتهم يعني مريم العضرة كان خدمة يسوع المسيح لما كان طفل لحد ما كبر وصار عمره 33 سنة فكم بالأحرى أمهاتنا اللي أحيانا يعني بدي أقول أنه عم بيبتعدوا عن هذه المهمة اللي هي خدمة أولادها وبيخلوهم على أشخاص آخرين والآخرين ويدعون أنهم مسيحيون كمان فمين عم بيزرع هذا الشي يعني كتير مهم العائلة هي اللي بتزرع الإيمان لماذا زاد الإلحاد لماذا زاد الفتور الإيماني في القلوب لماذا زاد زاد الروح القدس اللي غير متقد يعني الروح القدس هو موجود فيك بالميرون عنده الأمان لكن هناك أنت عليك دور أنك تخليه يتقد ويزيدك حرارة إيمان فأنا كتير اتأثرت أنه أنت بتأثر من عيلتك ومن عائلتك بالزمنات وكبرت على هذا الشي ترجمة نانسي قنقر